سيباك بقى ايما نتكلم على الصفات الشخصية بتاعت الراجل وانه ليه يعني بالاضافة لحاجات اللي احنا قلناها ليه ليه لا كافتل لا مادارش لا هو انا بنق المعبس فا حسنا لا مادارش 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 اهبا لا بدا افعل لا مادارش اعليه الاول وانا وجود انا شغلت ان انا اوادر ايما مي اه ناخد طبعا ااخد من كلمة جيمي حتة المانج ما انا استلمت منك حتة المانج ازاي بيدير دي اهم حاجة يعني من اهم الخصائص اللي حتى تلاقي جمهور النادي الاهلي دايما هو بيدور على مدرب قبل ما يتكلم على فنياته يقولك شخصية المدرب ده عاملة ازاي فمارسل كولر من اهم الحاجات اللي فيه زي ما قلنا انه هو راجل بيدير المنظومة بتاعته بشكل كويس حتى ممكن نستعرض كده نقاط كان زي نقول فيه بحث كده اتعمل في النمسا بحث شهير جدا اتعمل في النمسا كان العنوان بتاعه التمن حيل ممكن تتعلمها عشان انت تدير من مارسل كورر يعني هو البحث اللي عمله مش راجل كاروي اللي عمله راجل بيدير حاجة في مقصة مجلسير اعمال اه وتنشرت في مقالة في احد الصعف ناك او حاجة زي كده بس هي حتى مش الراجل اللي عمل الدراسة دي هو مش راجل تعكورة يعني مش كوير هو راجل في ماجستير دارة الاعمال في حاجة في النمسا كيف تدير يعني اه يعني ان انت ازاي تتعلم منه الحيل اللي هو عشان خاطر يدير كويس فالصفات اللي فيه اغلبها هي الصفات اللي النادي الاهلي محتاجها تكون موجودة في المدرب بتاعه لان النادي الاهلي ده نادي كبير جدا وانت فيه مدربين اسامي كبيرة جات النادي الاهلي لكن كان مشكلتها نادي مش قادرة تتعامل مع حجم هذا النادي والضغط اللي فيها فاعتقد هذا المدرب في الفكرة بتاعت انه مثلا ازاي هو يقدر يثير عواطف وحماس اللعيبة داخل الملعب هم بيتكلموا انه في النمسا هو قادر ازاي انه هو يطلع افضل ما عند كل لاعب ازاي هو بيهتم بان فكرة الجماعية ان كلنا ان احنا اقوية معا فكرة ان منتخب النمسا كمان تحديد بجماعة الافراد يعني انه كان عنده لعيبة اصحاب مهارات مميزة زي بنتكلم فيه الابا زي بنتكلم فيه ارناتوفيتش وهم مش في نفس المركز ولكن ازاي هو قادر يخلق تنافس ما بينه ويطلع احسن ما عندهم متكلموا كان هو حتى طلع مرة في تصرحات واتكلم من ضمن الحاجات ان هو المدرب لازي يكون صادق مع اللعيبة بتاعته في ان ازاي يوصل لهم المعلومة وازاي النهاردة لو فيه لعيب عنده مشكلة ما هو لازم يشرح لهم المشكلة دي ويتكلم معاه ويتطور في اداءه الفردي ويتطور في اداءه الجماعي وكل ده عشان خاطر في الاخر المجموعة هي اللي تستفيد ارقامه نفسها حتى هو كمدرب بيقعد في الاندية ومنتخب النمسا جيمي قال قعد ست سنين لكن هو اغلب الاندية اللي درب فيها هتلاقي قعد اربع سنين اللي هي اللي استقر فيها وحق معها نجاحات اربع سنين تلت سنين حق دوري في بداية مشواره مع فريق ساند جالن ده دوري هو بالنسبة له دوري تاريخي لان الفريق ده حق دوري بعدها بمئة سنة تقريبا حق الدوري ده مع الراجل كولر في جراس هوبرز هو كلاعب تقريبا قضى حياته كلها في جراس هوبرز فبرضو دي ممكن تديك انطباع ان الراجل عنده حتة الانتماء دي موجودة فالنهاردة هو عارف يعني ايه نادي الاهلي جمهوره بيفكر ان اللعيب والمدربين لازم يكونوا منتمين لي هو من المدربين القليلين يا ايمن اللي تكلم عن عائلة الاهلي يعني دايما المدربين الاوروبيين تلاقيهم ما بيتكلموش عن الجزء ده كتير لكن هو قالك انا في اعاداتي وتفاوضي مع النادي الاهلي خلال الفترة اللي فاتت كان كل الكلام او معظم الكلام على ان عائلة النادي الاهلي طبعا هو حتى خدها من الاهلي لما اتكلم مع كابت محمود الخطيب هو لمس حتة ان النادي الاهلي كله هي منظومة واحدة وانهم وحاجة كده مجموعة واحدة فده بالنسبة له برضو حاجة مريحة فانتمنى ان الصفات زي ما بنتكلم لك الصفات الشخصية والصفات الفنية داخل معا لما تجتمع النهاردة هنشوف في تطوير لأداء اللاعبين فردية في تطوير لأداء الفريقي الجماعي الراجل بنتكلم ان هو حتى قال جملة كده في المؤتمر حيث ان انا اهم حاجة انا هشتغل عشان اهم حاجة عندي نكسب جي الأداء الجيد مع المكسب دي حاجة كويسة لكن الاساس عشان فيه ناس طبعا بتقول دايما من بدري عشان مدرب بيجيب بطلاب بس مدرب بيجيب معرفش يعني الحاجات اللي هي ما تفهمش الناس عايز تنتقد مدرب الأهلي ايان كان وخلاص لا اهم الاول الحمد لله الحقيقة نبارح قلنا سالتين يا جماعة لان رجل طلع يحب سويسرا يحب الاستقرار والهدوء لا مشهورة بالجبال ومن السويسرين القدام الكبار في السنة بيطلعوا يتسلقوا الجبال فهو من الناس دي هو اتسلق ويقع جالوا عملية عمل عملية وقال الناس سنتين دول ومش كانش عادهم يتعالج بس لا ده الراجل برده كان بيذاكر وبيطور من نفسه فالنهاردة عشان احنا عارفين الناس هتوقف كتير عند يعني ايه بطلاب بس والأداء والنادي الآلم تمام بس هيا الفكرة ان هو عنده بيلعب ازاي الطريقة اللي تخليها نكسب بعد كان ان شاء الله لو والله فيه اداء كويس مع المكسب ده جميل يعني هو مش بيلعب كرة سيئة لا بس هيا الفكرة ان عنده هدف الهدف ايه هو ازاي باقل الطرق الممكن نوصل للمرمى ونسجل عشان خاطر نكسب